الوقت المشاهدين معاد موجز لاهم الأخبار معالين دا شكرا شازلي التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود مشروعات إنتاج الهايدرجين الأخضر في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتلك المشروعات باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب وبما يصم في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجه رئيس سيسي بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهايدرجين الأخضر خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عمادة هذه الصنعة عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلال الاجتماع أشرت وزيرة التخطيط هالا السعيد إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشأ من أجلها صندوق مصر السيادي هو استقطاب الاستثمارات والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص مؤكدا أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقالبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تضفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة من جهته أوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في ستة قطاعات مختلفة عقدت النيابة العامة الثاني أيام الدورة التدريبية للأشقاء من النيابة العامة بالدولة ليبيا استمرارا لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين تناولت موضوعات اليوم الثاني للدورة التدريبية الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتسليط الضوء من خلال ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تلك الجريمة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والإذجار بالبشر قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن وأكد روتا في مؤتمر صحفي مشترك في دوبلين مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن أن على الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط والغاز الروسي لأن موسكو تمول العملية العسكرية من خلال إرادات النفط والغاز أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عن هزيمة روسيا في أوكرانيا لا يعرفون تاريخ روسيا وقال لافروف في كلمة له أن هناك محاولات من قبل الحكومات الغربية أو بعضها على الأقل لتحفيز الميول المعادية للروس مشيرا إلى أن هذا يثير قلق موسكو وأضاف لافروف أن دول الغرب ستضطروا للاعتراف بالواقع الذي يتهيئ على الأرض وأن الغرب سيضطروا للاعتراف بأنه لا يمكن تضييق المصالح الحيوية الروسية أقرى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة تواجه رياحا اقتصادية معاكسة مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية وأكد بايدن على هامش زيارته إلى اليابان أن الولايات المتحدة لديها مشاكل يعاني منها بقية العالم مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى قلب أسواق النفط العالمية وفرضت ضغطا على دول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مسؤول الصحة الأمريكيين بصدد الإفراج عن جزء من جراءات لقاح جينيوس لاستخدامها في حالات جدر القردة وقال مسؤول المراكز أن هناك أكثر من ألف جراء في المخزون الوطني وأنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسبوع المقبلة ترجمة نانسي قنقر